السلام عليكم يصل الكيلو الخمسين جنيها الفلاحين تحذير من تناول المأنجو لمدة أسبوعين ملكه الفواكه تعد المأنجو من أكثر الفواكه المحببة لدى المصريين وبدأت المأنجو تنتشر بالأسواق بأنواعها المختلفة وكل نوع منها له مذقه الخاص والذي يميزه عن النوع الآخر كما تختلف أسعارها على حسب النوع ويتهافت أشاق المأنجو على شرائها إلا أن هناك تحذير من شرائها حاليا وتوقع حسين أبي وصدام نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المأنجو هذا الموسم حيث يصل أقل سعر كيلومانجو هذا الموسم إلى خمسين جنيها وذلك نتيجة تأثر محصول المأنجو بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب رطوبة مؤكدا أن المأنجو من أكثر المحاصيل حساسية لتغيرات المناخية وقدم أبي وصدام خلال تصريحات صدق البلد للمزارعين أهمها ضرورة الاعتدال في عملية الرأي خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة حتى تظل الشجرة الربة لتعوض كميه الفاقد من المياه وتدرج في مستوى نرأي كلما ارتفعت درجات الحرارة وحذر النقيب الفلاحين من تناول المأنجو في هذا التوقيت حيث إن طعمها غير مقبول كما أنها تم حصادها قبل نضجها فالأفضل لانتظار أسبوعين حتى تكتمل نضجها وتكون ذات مذاق جيد 300 ألف فدان وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر تزرع نحو 300 ألف فدان مانجو سنويا منهم 120 ألف فدان في الإسماعيلية لافتا إلى أن موسم الحصاد سيكون في مطلع يوليو المقبل أي بعد أيام من الآن ورجح نقيب الفلاحين أن سعر المأنجو سيكون مرتفع جدا في أول أسبوع من شهر يوليو ليصل سعر الكيلو لنحو 100 جنيه وبعد الخامس عشر من يوليو سيبدأ السعر في التراجع ليصل إلى 50 جنيه ونوها أبو صدام إلى أن تزهير أشجار المأنجو يتم في شهري فبراير ومارس لتتكون الثمار في غدن خمس أشهر محذرا من الحصاد المتعجل للمأنجو حيث يتسبب في تصدير الثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم ورائحة أهم أصناف المأنجو ومن أهم أصناف المأنجو في مصر سواء محلية أو مستوردة كالأتي هندي يمس النارة قلب الثور جولك أو رمأ نسل أنجر فجر كلام عويس بأيريو مباريو كنلونج سيلا واحد سيلا ثمانية واربعين وكاري كواشيمان دوات الدوارد فليوري جون جولين جولدنا لأننيز كيت مالكة بأريفين طوماء كنتو بأ كامير أصناف محلية زبده مسكك وباني دبشة هندي وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر